اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من دور التعليم برنامج فوتوشوب المستوى المتقدم في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع مهم جدا لكل المصممين وهو اداة البيان تول لو فتحنا ملف جديد من فايل نيو بمساحة مثلا ألف بيكسل عرض في ارتفاع 700 بيكسل و 72 ريزولوشن والنظام اللوني عب جي بي من ضمن الادوات الموجودة عدنا اداة اللي هي اداة البيان تول مثل ما نلاحظ انه في الدورة الاساسية اتفقنا انه الادوات اللي بيها سهم بالاسفل يعني انه هذه الادوات تحمل اخوات للادات الظاهرة طبعا حتى نظهر بقية الادوات الاخرى ممكن انه نضغط كليك ايمن او نضغط كليك مطول على الادات كليك ايسر بعد ما ضغطنا كليك ايمن نختار اول اداة اللي هي البيان تول طبعا هذه الادات هي اداة تستخدم لرسم الاشكال والمنحنيات بواسطة الماوس حتى نستخدم الادات طبعا اضغط كليك وكليك كليك اخر وكليك كات رح ترسمنا الادات مسار هذا المسار هذا المسار هو مسار مظلع طبعا حتى احول هذا المسار الى تحديد حتى انطي لون اضغط كليك ايمن على المسار واختار الخيار اللي هو ميك سيلكشن بعد ما اختاريت ميك سيلكشن اضغط على اوكي رح يتحول هذا التحديد الى مسار اقدر طبعا اضغط كليك على كريتي نيولير واضيف طبقة جديدة ومن اداة البرش اللي تعلمناها بالمستوى الاساسي نضيف لون وليكن هذا اللون وممكن انه نزغر حجم اللون من خلال كليك ايمن ونختار السايز ونلون هذا الجزء اللي احنا حددناه هذا هو استخدام السريع للادات هو عمل مسارات وعندما نرسم المسارات نستطيع تحويل هذه المسارات الى تحديد ومن ثم نستطيع التحكم بهذه التحديدات كالالوان واضافة الصور والطلاعات والتكسترات وهكذا مثل ما نوهنا انه نقدر نرسم خطوط مستقيمة من خلال كليكات حتى نرسم خطوط منحنية نضغط كليك في مكان معين واضغط كليك اخر في مكان اخر وابقى ضغط على كليك الايسر واحرك بالماوس الى الاعلى او الى الاسفل رح يتولد عدي مقابض مقبضين اذن المقبضين اقدر من خلالهم اتحكم بمستوى المنحني او القوس اللي ولدت الادات بعد ما شفت ان القوس تمام اترك الادات وارسم مقبض اخر وهكذا اكمل بقية المقابض طبعا بالنهاية انتهي بنفس النقطة اللي انا بديت بيه مثل ما تلاحظون هذا هو عبارة عن مسار منحني هذا المسار المنحني حتى احاوله الى باث اضغط كليك اي من عليه ومن ثم اختار ميك سيلكشن بعدها اوكي بعدها اضيف طبقة جديدة واقدر املي هذا المسار من خلال اداة البراش طبعا سيلكت دي سيلكت حتى احذف هذين الطبقتين اقدر من خلال احدد الطبقة واسحبها الى الادات الحذف نعيد الشرح نضغط كليك ونضغط كليك اخر ونبقى ضغطين على الكليك و الاحظ انه لو حبيت اتحكم بهذه المقابض طبعا ما اقدر اتحكم بهن بشكل مباشر لو اجيت اني حتى احرك هذا المقبض راح يرسم لي نقطة ثانية ما راح يتحكم لي بالمقبض بحتى اقدر اتحكم بالمقبض نعيد بعد ما رسمت هناك ليك وضغطت هناك ليك قبل ما ارسم النقطة الاخرى اضغط المفتاح control واقدر اتحكم بالنقطة المفتاح control طبعا ابقى ضغط على المفتاح control واتحكم بهذه النقطة طبعا اقدر اصغر المقبض افوا المقبض وأكبر المقبض وأقدر أتحكم بهذا المقبض طبعا إذا لاحظت أنه في حال لو رسمت النقطة الأخرى لاحظت أنه أكون قطاع بين الرسم القديم والرسم الجديد حتى أربط الرسم القديم بالرسم الجديد أضغط على آخر نقطة طبعا بس ننوه أنه هذه هي آخر نقطة وليس هذه النقطة أو هذه النقطة طبعا هذين النقطتين هنا رأسي المقبض وليس نقطة البين تول فحتى أربط الرسم القديم بالرسم الجديد أضغط على نفس النقطة وأجي أرسم الرسم الجديد مثل ما تلاحظون أنه أقدر أرسم وأتحكم بأداة البين تول هذا هو الرسم حتى أحول هذا الرسم إلى باث أضغط كليك أيمان وبعدها ميك سيلكشن بعدها أوكي بعدها من أداة البروش وألون طبعا أقدر أضيف طبقة جديدة وألون هذا المسار اللي آن يرسمته نمسح هذه الطبقة نلاحظ أنه في بعض الأحيان أرسم كليك وأرسم النقطة الأخرى في بعض الأحيان أحتاج أنه هذه النقطة تكون من جزء من المقبض منحنية والجزء الآخر تكون حادة يعني شنو؟ يعني أريد أرسم زاوية حادة بهالمكان لما أجي أرسم زاوية حادة هنا رح ألاحظ أنه هذا الخط رح يتأثر به هذا المقبض ورح يكون على شكل قوس حتى ولو أنا ردتها على شكل زاوية حادة فحتى تكون هنا الزاوية حادة والخط يكون حاد لابد من أتخلص من هذا المقبض حتى أتخلص من هذا المقبض أضغط على المفتاح Alt أضغط على المفتاح Alt وأضغط على النقطة اللي أنا رسمتها ألاحظ أنه آخر مفتاح أو آخر مقبض أنحذف وبقعد دي مقبض واحد أقدر أرسم خط مستقيم حتى أريد أرسم خط منحني أرسم خط منحني أريد أتخلص من هذا الخط المنحني أو هذا المقبض أضغط Alt وأضغط على هذا القوس مثل ما تلاحظون أنه أصبحت عندنا زاوية حادة حتى أحول هذا الباث أو المسار إلى تحديد أضغط عليه أضغط عليه وأختار Make Selection طبعا أقدر أضيف طبقة جديدة وأروح من أداة البراش وألون اللون اللي أنا أريده أحذف طبقة نأخذ مثال أخير طبعا أرسم بهالمكان لو أرد إضافة نقطة بين هذين النقطتين طبعا قبل لا أنتهي نهائيا من الرسم أضيف نقطة بهالمكان وحتى أحرك هاي النقطة وأتحكم بها لازم أضغط على المفتاح Control وأتحكم بها النقطة يعني لو ما ضغطت على المفتاح Control ما رح يرسم لي وما رح يحدد لي بالنقطة أضغط على المفتاح Control وأتحكم بالنقطة طبعا حتى أتخلص من هذا الميقبض أو هذا الميقبض أضغط على المفتاح Alt وألاحظ أنه صار عدي فقط مقبض واحد لهذه النقطة وحتى أحول هذا المسار إلى تحديد أضغط Click Amen ومن ثم Make Selection أوكي وبعدين أروح على أداة البراش وأضيف طبقة جديدة وأجي ألون نأخذ مثال عملي وهذا المثال طبعا نفسه رح يكون الواجب الأول لهذه الدورة طبعا هذا شعار شركة تويتر وطبعا هذا مرسوم باليد رسمته باليد والتقطت لصورة بالتليفون ورح أحوله إلى تصميم شعار كما هو موجود بالشركة طبعا رح أرسمه من خلال أداة البينتول وبعدين أحول المسار إلى تحديد وألونه من خلال أداة البراش طبعا نحاول تكبير العرض من خلال أضغط على Alt والرولة الخاصة بالكيبورد أرسم اختار نقطة بداية ولتكن هذه النقطة بعدها أرسم تحديد بهالمكان ألاحظ هنا عدي زاوية عدلة فما أقدر أرسم مباشرة بهالشكل ليش لأن عدي هذا المقبض رح يأثر لي على هذا الشكل فيجب أنه ألغي هذا المقبض من خلال أنه Alt وكليك عن نقطة وبعدها أرسم بعدها أرسم وأكمل الرسم الخاص طبعا حتى أحرك هاي النقطة أضغط على المفتاح Control واتحكم بالنقطة بعدها ما أنسى أنه أحذف هذه النقطة لنعدي زاوية حادة من خلال Alt وكليك عن نقطة بعدين أكمل الرسم أدي زاوية حادة Alt وعلى النقطة كليك أكمل الرسم عدي زاوية حادة Alt ومثل ما ألاحظ حتى أحرك هاي النقطة أضغط على المفتاح Control بعدها Alt وألغي النقطة وأكمل الرسم Alt وألغي النقطة وأكمل الرسم مثلا اللي هنا طبعا أضغط على المصطرة حتى أحرك الرسم وحتى أحرك هذا العمود أو أحرك هذه المقبض حتى الخط هذا يكون بنفس المسار القوس الخاص بالشعار أضغط على المفتاح Control وأتحكم بالنقطة مثل ما تلاحظون أنه مثل ما تلاحظون أنه هذا القوس ما يتلائم وي الشعار يعني ممكن أنه مننا تلائم بشكل قريب مثل ما تلاحظون ممكن تلائم بشكل قريب ولكن هنانا بالأسفل ما تلائم السبب أنه نحتاج نضيف نقاط أخرى حتى نضيف نقاط نضغط Click بأي مكان وليكن هذا الجزء وأضغط على المفتاح Control وأتحكم بهذا الشعار طبعا أبقى ضغط على المفتاح Control وأتحكم بهذا المقبض ألاحظ أنه تقريبا ما أعدى أنه أحتاج إضافة تعديلات في هالمكان أضغط على المفتاح Control واتحكم واتحكم بالعرض ممكن أنه أحتاج هنانا بيها المنطقة أضيف نقطة ما كو مشكلة نضغط ومن خلال المفتاح Control نسوي التعديلات اللي نضيدها وممكن أنه نتحكم من خلال Control Control طبعا بعدها نلغي هذا الزاوية من خلال Alt وأترك Alt أكمل القوس Alt وأترك Alt بعدها أكمل القوس Alt وأترك بعدها Alt وأترك وأكمل الجناح الجناح الخاصة بهذا الطائر بعدها Alt وClick Alt وClick وأنتهي بالنقطة اللي أنا بديت بها بعد ما أكملت الرسم أضغط Click Amen وأختار Make Selection بعدها OK بعدها أختار هذا النون السمائي مثلا وأروح على أداة البراش أفتح طبقة جديدة وأرسم هذا الطائر بعدها حتى ألغى التحديد أروح على Select وأختار D Select رح أضيف طبقة أخرى طبعا أحدد الطبقة اللي بالبداية وأضيف طبقة أخرى وهذه الطبقة رح عمليها باللون الأبيض ألاحظ عندي صار شعار شركة تويتر طبعا هذا تطبيق لأداة البيانتول ونفسها رح يكون الواجب أنه كل متدرب بعدما ينفذ الصورة طبعا هاي الصورة رح تلقوه بأول تعليق الصورة الخاصة بالتويتر الرسمة رح تلقوه بأول تعليق تأخذوها وبعدها أنه ترسمون بالبيانتول هذا الشعار وتلتقو لصورة بالتليفون وادزون إياها إن شاء الله في المحاضرة تطبيق احترافي آخر على أداة البيانتول تصميم شعار احترافي لأن هذه الأداة هي من الأدوات المهمة والهامة لكل مصمم نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى